لكن في مشهد كثير مؤلم يعني حقيقة كسوريين وصلتنا على الرسائل كثير مؤسف أن نشهد وزير الخارجية ونائب وزير الخارجية وطاقم الخارجية السورية يذهب إلى السفارة الإيرانية من أجل مقتل سبع إرهابيين بينما مئات آلاف السوريين الذين قتلوا على يد إيران وحزب الله وروسيا ومليشيات الأسد لم تستدعي كلمة من السيد فيصل مقداد والأسوأ من ذلك أن مدخل السفارة يضعون صورة المجرم قاسم سليماني الذي تسبب بدمار أربع عواصم عربية ومقتل لا أقل من مليون سوري وتهجير لا أقل من 14 مليون سوري الرسالة بكل وضوح اليوم نحن نطالب بخروج كل الجيوش الأجنبية من سوريا وأولهم إيران وإذا ما أراد نظام الأسد التخلص من الهجمات الإسرائيلية فما لي إلا إخراج إرهابي حزب الله وإيران وكل الأدوات التي جلبها قاسم سليماني إلى سوريا ونحن نطالب بخروج أمريكا وروسيا ونطالب بخروج تركيا أيضا من سوريا ترجمة نانسي قنقر